بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب شارك الفريق الملكي للقدرة في حفل افتتاح بطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام في مدينة إيريملو بهولندا بمشاركة 110 فرسان وفارسات يمثلون 12 دولة لمسافة 120 كم وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مكانة الفريق الملكي للقدرة في المشاركات الخارجية تجسد الدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الفروسية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة والاهتمام المباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأشار سموه إلى أن تميز الفريق الملكي في حفل الافتتاح يسلط الأضواء بشكل كبير على مملكة البحرين ضمن الأهداف الموضوعة في الترويج للمملكة واستغلال الجانب الرياضي في تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 كما أوضح سموه أن المشاركة دلالة على أن رياضة القدرة تسير في الطريق الصحيح من التطور والازدهار معربا سموه عن ثقته بأن يحقق الفريق الأهداف المرجوة من المشاركة في هذه البطولة ومواصلت رسم خارطة الطريق لرياضة القدرة بشكل مميز وإيجابي هذا وخطف الفريق الملكي الأنظار في حفل الافتتاح الرسمي للبطولة حيث ارتد الفريق الزي العربي الذي كان محط الأنظار وحظي بتحية كبيرة أثناء دخول المنتخبات المشاركة هذا وقد اجتازت جياد الفريق الملكي للقدرة الفحص البيطاري الخاص ببطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام في مدينة إرميلو بهولندا وأعربا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن ثقته بمشاركة إيجابية للفريق الملكي في البطولة مشيرا إلى أن الدخول في الأجواء الرسمية للبطولة بعد الفحص البيطاري سوف يعطي الفرسان طابعا خاصا في الرغبة والحرص على تقديم أفضل المستويات وأقيم الفحص البيطاري في قرية البطولة وسط سلاسة وتنظيم جيد من اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للفروسية بحضور فرسان الفريق الملكي الخمسة الذين سيشاركون في البطولة وشاهدت قرية البطولة بمدينة إرميلو الهولندية تواجد كافة الفرسان المشاركين في البطولة مع الجياد حيث اجتازت جميع جياد الفريق الملكي الفحص البيطاري وأصبحت جاهزة للمشاركة في البطولة التي يطمح فيها الفريق الملكي لتحقيق كافة المكاسب وترجمت توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أرض الواقع خصوصا أن الفريق يمتلك كوكبة من الفرسان الناشئين القادرين على تأكيد مكانة القدرة البحرينية في المحافل العالمية ترجمة نانسي قنقر